ترجمة نانسي قنقر على أسس الممارسات والاختصاصات التشريعية بما يسهم في تعزيز التفاعل الإيجابي بين المؤسسة التشريعية والمجتمع مشيرا إلى أهمية الإعلام البرلماني في إبراز جهود السلطة التشريعية بمهنية عالية ونقل تطلعات ومريات المواطنين بحيادية وأبيان وأتيرة العمل القائمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والربط بين كل ذلك بحرفية متقدمة تضمن المضي قدما نحو التكامل والشمولية في تحقيق مصلحة الوطن والمواطن جاء ذلك خلال لقاء سعادة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى المشاركين في أعمال الملتقى الثاني للإعلام البرلماني وذلك برعاية كريمة من معالي رئيسي مجلسي الشورى والنواب حيث أقيم الملتقى تحت شعار الذكاء الاصطناعي ودوره في الأداء البرلمانية الفرص والتحديات وأوضح فخر أن مملكة البحرين تمتلك المنية التحتية والقدرات التقنية والتكنولوجية التي تمكن السلطة التشريعية من توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز وتطوير مخرجات الأداء البرلمانية مشيرا إلى أهمية سن التشريعات والقوانين التي تعمل على مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي ووضع الأطر القانونية لضمان الاستخدام الآمن للتكنولوجيا الحديثة في الحقيقة يعني تجربة مملكة البحرين ثرية جدا في العمل البرلماني من خلال المشاركة طلعنا على كيفية العمل في مجلس النواب وأيضا مجلس الشورى هناك تقدم حقيقة كبير في العمل البرلماني في المملكة وهذا يحسب حقيقة لهم أنا أرى أنه لابد على كل الصحفيين حقيقة العاملين في هذا الحقل أن يكونوا مطلعين على تطبيقات الذكاء الاصطناعي لأن المرحلة المقبلة يعني سواء كان صحفي يعني مرئي أو كان صحفي يعني الصحافة أو حتى الإذاعة لابد أن يكون مطلع على هذه التطبيقات لاستخدامها في تسهيل يعني سواء كان صناعة المحتوى سواء كان البحث سواء أيضا في الصياغة الإخبارية وغير ذلك يعني هذه التجربة لابد أن تكون يعني محل تطبيق في مختلف المحطات التلفزيونية في دول مجلس التعاون وعلى مستوى الصحف وعلى مستوى الإذاعات لأن حقيقة يعني العمل الإعلام متسارع ومتجدد ولابد أن يتواكب كل الصحفيين مع هذه المستجدين نشكر الإخوان في مملكة البحرين الشقيق على هذه الدعوة للاطلاع على موضوع الذكاء الاصطناعي الذي يمثل نقل نوعية في العلم والتطور الذي يخدم جميع مراحل الحياة يعني الاجتماعية والإعلامية والثقافية ومواكبة التطور العلمي اشتركوا في القناة